الهاجس كبير ونقولولك اليوم مش فخالط هو الكولاسة هذا هو أهم عنصر اللي راح يعاني منه المنتخب الوطني في كاسي فريقية هذه وسط مفرق الدفوع طب ايه قولينا ايه بقى ايه العناصر او ايه هو العنصر الأهم اللي هيعاني منه المنتخب الجزائري في البطولة اللي جاية بتاعت كوتفوار اللي احنا اصلا لسه ملعبنهاش وبدأنا البكاء وبدأنا الندب والكولاسة والكلام ده ماشي قولينا ايه هو أهم عنصر يا فندي جاي يدير تربص هنا في الجزائر تلقى ضغوطات كبيرة من الاتحادية المغربية لكوات قدم الدكرة ضغطت تعليهم باشي باشي ينحيوا تربص من الجزائر ايوه انا كنت مستاني دي الاتحادية المغربية قالت لمنتخب تنزانيا ما تعملش التربص في الجزائر يعني معلش عشان احنا يعني قاعدين شغلين نفسنا بالجزائر ومنفكرش في حاجة تانية حضرتك ليه كده مغربة الله ليه مسيطرين على المنتخب التنزاني ما انا كنت عارف ان اخرة الكلام هتبقى المغرب والتعادية المغربية وفوز اللقش هم اللي اثاروا على منتخب تنزانيا والعالم كله واللي فيه بس ماشي يعني كمل كمل ويده تربص الى المغرب الاتحاد التنزاني خالد الضخ لمطلب الجامعة المغربية وداو التربص الى قاهرة اليوم انا قلت لك هادا ستنينديس هادي كاينة هادي كاينة لا حول ولا قوة إلا بالله دي قصة كبيرة اوه يا جماعة وداخل فيها دول كتير لا حول ولا قوة إلا بالله في كوكب لالا ده برنامج تلفزيوني جزائري في كوكب لالا ركز معايا برنامج تلفزيوني اللي انت مش عارفوا بقى مبولي انه الاتحادية المغربية خدت سيطرت على منتخب تنزانيا وبعدل ما كانوا روح يعمل التربص في الجزائر كانوا عايزينوا يعملوا في المغرب ومفاجأة قالوا لو روح يعملوا في القاهرة لا جو كبير اه ده فيلم كبير الاتحادية المغربية قاعدة بقى هي والقاهرة وتنزانيا يخططوا يخططوا ازاي ما يعملوش التربص في الجزائر فاضيين احنا يعني مصر والمغرب وتنزانيا قاعدين فاضيين شغلين نفسهم لا حول ولا قوة إلا بالله وبعدين يطلع واحد يقول لك كفة فتنة فتنة ايه يا ابني ده التلفزيون كله في الجزائر بيتكلم عالمغرب يوميا الناس دي رضعة ايه يا جمان الراجل اللي بيتكلم ده رضع يومين المفروض اصلا ست شهور ورضع يومين لا حول ولا قوة إلا بالله لنا الله في كوكب لا لا في ايه يا مغربة بجد والله في ايه في ايه لا والتاني قالوا كاينة كاينة تجد الموضوع ده يعني بيحصل بجد شوف يا اخي الدنيا واللي فيها لأن هذا المشروع اللي يجتمعوا اليوم في المغرب هذو اربع دول او خمس دول اللي هي المغرب تشاد مالي نيجر بوركينافاسو ينسقوا على منفذ الى المحيط أطلسي شو معنتها؟ معنتها ميناء في مدينة الداخلة المغربية قال بلسانة هو الدخلة المغربية يا عبيت يا عبيت هيجبوك من أفاك هي مغربية غصب عنك وعنهم بس هما هيجبوك من أفاك خب بالك خب بالك لا تقولش حاجات تزعل لما أخزة طب دلوقتي اربع دول اصلا المغرب عنده منفذ على المحيط الأطلنطي انت عبيت يا ابني والمغرب لسه عب يدور وانت قصدك الدول التانية عايز منفذ وانت اصلا بتدخل في الصحراء المغربية عشان انت عايز منفذ بس ما علينا يعني اجتمعوا عشان عايزين منفذ والمغرب عنده تعاون معاهم ما العكب انت بقى هما ال� Usedت lambda هما الان اجتمعوا باش يقولك رح اندرون ميناء في مدينة مغربي وشير المدينة مغربية ليد داخلة ايوه عايز بقى مدينة مغربية عايز بقى انت يعني انت ما لك بربو عليك هما فكروا يجتمعوا في مدينة مغربية ما هى ديه المدينة مغربية هي الداخلة ايوه ما لك انت بقى سعدتك معنى هذه الدول سيعترفوا بمغربية الصحراء مالي والنيجر كانوا لا يعترفون بمغربية الصحراء اه لا العالم كله هيعترف انت مالك برضو يعني اللي عايز يعترف بمغربية الصحراء يعترف الله انت لك عندنا حاجة ده انت غيطة غتاتة طيب ماشي معلنة يعني اوكي الدول دي كلها معترفة بمغربية الصحراء ها الآن لما يدخلون في هذا المشروع اللي هو إنجاز أكبر ميناء على سواحل أطلس اللي هو ميناء داع الصحراء الغربية لكن محتل من المغرب اللي هو في الداخلها تمويله الإمارات بالصحراء الغربية برد مفيش فايدة ها مفيش فايدة يا ابني الصحراء الغربية دي في مصر الصحراء اللي انت أصدق عليها اسمها الصحراء المغربية وبعدين بقى هنا الكارسة بقى قالك اللي بتمويله الإمارات ايه يا ابني في ايه يا جماعة في ايه بجد هو مصر والإمارات والمغرب وتنزانيا وبوركينافاس وكومومبو والأردن وكل دول العالم يعني بيتحالفوا كلهم عشان يدايقوا كنتوا اكيد لا احنا ناس بنتعامل في الصح عادي اي حد يتشرف ان هو يتعاون مع المملكة المغربية بصراح لما تشوف دولة بتتفوق وتتقدم اكيد انت مبسوط انك بتتعاون معاها واكيد انت مبسوط انك انت بتحضر عندها مؤتمرات جميلة كده في الجو الحلو والشوارع الجميلة بتاعت المغرب ها شايفين البنان في كل حتة شايفين مفيش طوابير ها الدنيا حلوة ان العالم كله بيتآمر عليهم الامارات ومصر وتنزانيا ومالي وبوركينافاسو وموريتانيا واسبانيا وفرنسا وبلجيكا كل دول فاضيين وقاعدين بيركزوا بقى احنا هنعمل للنوردي في الجزائر لا حول ولا قوة الا بالله ولا نالله في كوكب لالا عمري ما شفت في حياتي بلد موجهة اعلامها وتلفزيونها وصحافتها وكل حاجة ليها علاقة بالميديا والاعلام في هذه الدولة انه كله بيتوجه انه يقنع الناس في الجزائر انه كل العالم متآمر عليكم يعني المصريين قاعدين بيفكروا ازاي هيخططوا ضدكوا المغربة قاعدين بيفكروا ازاي هيخططوا ضدكوا مالي موريتانيا اسبانيا في ايه يا جماعة ما هو ما فيش كده عارف انا ممكن يعني معلش انا اسف يعني ده امريكا بجلالة قدرها كده وقوتها والامكانيات اللي عندها مش العالم كله قاعد بيخطط لها فانعايز اعرف يعني حضرتك ليه احنا كلنا حنتكاتف ونقف مع بعض ضدك يعني مش فاه المغرب حر دي ارضه يعني المنفذ بتاع المحيط الاطلنطي او المنافذ بتاعت المحيط الاطلنطي اللي عند المغرب هو حرد بقى يتعاون مع حدي حد عايز يعني موريتانيا عايزة مثلا تتعاون مع المغرب في شيء ما له علاقة بميناء على المحيط الاطلسي دي حرده شخصية الله مش دي ارض المغرب حضرتك يعني انت مالك وبعدين برضو نغمة المحتلة 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 النغمة دي مش هتنتاج انتوا الواحدين اللي في العالم بتقولوا كده يعني انت متخيل انه دول العالم كلها عايشة في وادي والجزائر عايشة في وادي الواحد دي بتقول الارض المحتلة في ايه يا جماعة كوكب لالا ماله كوكب لالا يعاني ويطلع واحد مش فهم اي حاجة ولك فتنة ده واحد بيطلع يقول انه المغرب محتل ارضه يعني انت تخيل النهاردة واحد جاء لك اسكندريا المحتلة محتلة من مين من مصر بتاعت مصر يا ابن بتاعت مصر يا ابن كفاية اكل بقى لحم الحمير عشان لحم الحمير ده اثر على اعصابكم وعليكم ارحموا نفسكم بقى ورحمونا عشان احنا تعبنا ولنا الله في كوكب لالا والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر